اشتركوا في القناة مرحب بضيفنا الكريم في هذا القسم قسم التاريخ مع الدكتور زين عبدين كامل الأكاديم المتخص في التاريخ الإسلامي مرحبا دكتور زين مرحبا دكتور زين رفع الله يبارك في حضرتك وقامين على قناة النالة والمشاهدين لقناة النالة مشاهدين كرامة اتكلمنا قبل هذه الحلقة في المجالس الفائتة حول العديد من النقاط والوقائع التاريخية المهمة وبدأنا منذ مجلسين سابقين الحديث حول فتح مصر اتكلمنا عن الكتب التي تناولت فتح مصر وحالة مصر قبل الفتح الإسلامي اتكلمنا عن دوافع فتح مصر ثم تحدثنا عن أحداث الفتح اتكلمنا عن عدة مواطن وعدة وقائع حدث فيها اشتباك مع الدولة البيزنطية مرورا بالعريش وبورسعيد وبالبيس ثم القاهرة ومنطقة عين شمس ثم فتح حصن بابليون ثم مدينة الأسكندرية والتي كانت هي تعتبر أشد المدن التي حدث فيها صراع طويل إلى أن دخل عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه اتكلمنا عن موقف الأقباط من فتح مصر وفتح الأسكندرية وقلنا وذكر ضيفنا الكريم أن الأقباط كانوا أشد الناس تعاونا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم لدخول مصر ولتخليصهم من حكم بني جلدتهم من الدولة البيزنطية التي كانت تسومهم سوء العذاب إلى أن جاء عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وخلص الأقباط من هذا الظلم الشديد ومكنهم من إقامة شعائر دينهم كما أوصى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن نتقل لها تبارك وتعالى فيهم فإن فيهم ذمة ورحمة فكانت حركة الفتوحات هذه إنما هي حركة هداية ورشاد للناس جميعا بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم سألنا الدكتور زين العابدين عن اتهام يقوله البعض أو يذكره البعض أن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قام بحرق مكتبة الأسكندرية وطبعا هذه فرية لا أساس لها من الصحة لكن يعني ضيفنا الكريم يوضح هذا الأمر بالتحديد ماذا عن حرق مكتبة الأسكندرية الدكتور الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعده ذكرنا يعني أن أهل مصر عاشوا أزهى يعني العصور بعد الفتح الإسلامي من النواحي المختلفة السياسية والاقتصادية والدينية وأعطى لهم عمر رضي الله عنه الحرية العقضية وإقامة الشعائر التعبودية في كنائسهم حتى أن مما يذكر دي معلومة مهمة جدا يعني تدل على سعة رحمة المسلمين وعلى فضل المسلمين في فتح هذه البلاد أن البطريق بن يمين المصري القبطي لم يستطع أن يعود إلى الإسكندرية إلا بعد أن فتحها المسلمون يعني ظل في الغروب والاختفاء 13 عاما 13 سنة وهو مختفي من الروم ولم يستطع بن يمين أن يعود إلى الإسكندرية إلا بعد أن يعني كانت تحت إدارة المسلمين وده من أشهر الأذلة على أن فعلا الأقضاء تعاشوا يعني أزهى فعلا عصرهم في ظل الحكم والإدارة الإسلامية نعود إلى الفرية المنتشرة والمشهورة سواء في الكتب أو على المواقع أن عمر بن العاص والذي قام بإحراء مكتبة الإسكندرية بداية بنؤكد على أن محول أمية مطلب شرعي عند المسلمين محول أمية ده مطلب شرعي عند المسلمين ولذلك أول ما نزل من القرآن اقرأ هذه أول كلمة نعم يعني أن الإسلام يعظم القراءة والكتابة يعظم العلم ويحترم العلم بجميع فنونه صحيح يعني ليس العلم الشرعي فقط نعم لكن يتكلم في كيميا في طب في هندسة في أي علم من العلوم الإسلام يدعو إلى تعلم العلوم النفعة للبشرين وعلماء المسلمين هم الذين نشروا العلوم في شتى أرجاء الدنيا لا سيما بعد أن فتح المسلمون بلاد الأندلس نحن عندنا أن قرطبة كانت قبلة علمية لأوروبا وعندنا بغداد كانت قبلة علمية للشرق نعم فكانت البعثات العلمية تأتي من العالم لتنهل من علوم المسلمين المختلفة وهو طبعا مش للطبيعي أن يطلب علم الحديث عندنا نعم لكن كانت البعث تأتي مثلا للطبيب الزهراوي في بلاد الأندلس أول جراح وأكبر جراح صاحب موسوعة في الطب نعم فمحول أمية ده مطلب شرعي عند المسلمين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر كان من أنواع الفداء من عجز عن أن يفدي نفسه النبي عليه الصلاة والسلام وضع له سبيلا آخر أن يعلم مجموعة من أبناء الصحابة القراءة والكتاب نعم فالنعم صاحب كان حريصا على محول أمية في المدينة المنوارة عند إقامة الدولة الإسلامية الغرض يعني المقصود أن الإسلام يدعو إلى العلم وإلى التعلم في جميع النواحي العلمية المختلفة فاعلم أنه لا إله إلا الله أحسن آية قرآنية عظيمة تقدر العلم جميع الآيات القرآنية والمقصود أنه يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم آآ سبحان الله يرفع الله الذين أمنوا نعم سبحان الله نعم آآ ثم ما أثير حول اتهام عمر بن العاص بإحراق مدينة الإسكندرية آآ أولا بترجع آآ نشأة مدينة الإسكندرية آآ إلى ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام بمئات السنين يعني هذه آآ مكتبة فعلا قديمة جدا نعم وتعتبر هي أحد الصروح الثقافية في العالم فعلا يعني كانت آآ يعني فعلا صرح كبير جدا وكانت عملاقة وكانت تحتوي على مئات الألاف من المجلدات في الفرون المختلفة آآ تؤكد الروايات التاريخية آآ أن مكتبة الإسكندرية قد شهدت حريقا آآ هائلا تسبب في تدمير الكنوز العلمية آآ للمكتبة مجلدات أو مخطوطات وده كان سنة تمانية واربعين قبل الميلاد قبل الميلاد قبل الميلاد حصل حريق ضخم جدا قبل الميلاد سنة تمانية واربعين قبل الميلاد بسبب صراع كان على العرش في آآ بعض الرئيب بتقول في عصر الملكة آآ كليوباترة حصل صراع الصراع ده نتج عنه بعض الحرائق التهمة يعني آآ حريق مكتبة الإسكندرية ومئة الألاف من المجلدات يعني اتلفت آآ تماما آآ سنة تمانية واربعين قبل الميلاد آآ بعض الرئيبات التاريخية الأخرى بتشير إلى أن ما تبقى في المكتبة من الحريق الأول تم تدميره وحرقه خلال القرن الرابع الميلادي بالتحديد سنة تلتمية واحد وتسعين إذن عندنا روايات تاريخية بتؤكد أن المكتبة آآ التهمها حريق قبل الميلاد سنة تمانية واربعين وعندنا رواية أخرى بتقول حتى ما تبقى من الكتب آآ تم اتلافه سنة تلتمية واحد وتسعين لكن آآ ظهرت رواية نسبت آآ جريمة الحرق إلى آآ عمر بن العاص رضي الله عنه وتؤكد الرواية أن عمر آآ استأذن عمر في ذلك فأذن له آآ يعني آآ أول من أورد هذه الرواية هو المؤرخ عبداللطيف البغدادي مولود آآ سنة خمسمية سبعة وخمسين والمتوفى سنة ستمية تسعة وعشرين هجريا نعم في كتابه الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادثين معينة بأرض مصر ده أول حد من يعني آآ المؤرخين ذكر هذه الرواية وبعض المؤرخين بعد ذلك تناقلوها عن عبداللطيف البغدادي يعني هذا يعتبر أول من ذكر هذه الرواية آآ يعني مفاد الرواية أنه استأذن عمر آآ في آآ أن يقوم بحرق آآ المكتبة وآذن له عمر وإرواية بتقول أنه يعني قم بتوزيع الكتب على حمامات الإسكندرية آآ ثم أحرقها بعد ذلك خلال ستة أشهر آآ هذه الرواية المزعومة آآ محض الكذب وافتراء آآ وليس لها يعني آآ ليس لها أي أساس من الصحة ليس لها أي أساس آآ لكن هي لأسف هي مشهورة يعني ليس لها أساس لكن مشهورة جدا آآ في بعض الكتب والمواقع التي تتناول مثل هذه الشبهات نعم آآ كثير من المؤرخين آآ ويعني المثقفين ذكرها وأيضا آآ كثير من المؤرخين قاموا بالرد على آآ هذه الفرية واعتبروها فعلا أسطورة يعني خرافية أن يقوم عمر بحرق مكتبة الإسكندرية نعم من هؤلاء المؤرخ الفرنسي آآ غوستف لوبون ده مؤرخ فرنسي المرء يسأل كيف جازت هذه القصة على بعض العلماء الأعلام زمنا طويلا وهذه القصة ضحضت في زماننا فلا نرى أن نعود إلى البحث فيها نعم ده كلام مؤرخ فرنسي آآ منصف بيقول إن ده أصلا يتنافى مع عداد العرب آآ عدد من آآ مؤرخ الغرب أيضا تابعوه ودافعوا عن آآ عمر ابن العاص ومنهم المؤرخ البريطاني الفريد بيتلر في كتابه فتح العرب لمصر ده حد متخصص في فتح العرب لمصر أيضا اعتبر أن هذه التهمة سخافة ومحض غرافة مستبعدة هو يقول علميا وعقليا نعم طبعا أنا يعني استشهادي كان بمؤرخ فرنسي ومؤرخ بريطاني نعم عشان نقول يعني حتى اللي اختلفوا معنا في العقيدة لكن منصفين في سرد بعض الرواية التاريخية نفو هذه الرواية مع شهراتها آآ في التاريخ آآ طبعا من المؤرخين العرب آآ من أيضا تحدث عن هاني دراية ونفاها من أشهر آآ المؤرخين الذين فصلوا في هذه آآ القصة المؤرخ السكنداري الدكتور مصطفى العبالي في كتابه مكتبة الاسكندرية طيب احنا عايزين نقول يعني احنا كده المشاهد ما عرفش هو آآ ايه دليل البطلان يعني يعني الموضوع احنا ما قول فلان قال لأ ما حصلتش بالضبط فاحنا عايزين برضو المشاهد مقتنع نعم ان فعلا ما حصلتش لنا اي حد حي يكتب على جوجل حرق عمر بن عاص للمكتبة الاسكندرية حيصل على له مصادر بتشير وتؤيد هذه الرواية نعم اولا ان ان المؤرخين الاوائل لم يذكروا هذه الرواية نعم البغداي دي ده في القرن السادس اسكندرية فتحت كما ذكرنا سنة عشرين هجريا احنا احنا منتكلم اكتر خمسمائة سنة من ذكر هذه الرواية يعني احنا لما اتكلمنا في حلقة عن المؤلفين والكتاب والمؤرخين الذين نتحدثوا عن فتح نصر كان عندنا ناس في القرن الثاني وناس في القرن الثالث وكان ناس في القرن الرابع محدش منهم ودول كانوا يعني قريب عهد بفتح مدينة الاسكندرية ولم يتعرض منهم احد الى هذه الرواية يعني لا بالاجابة ولا بالسلم وكانها اصلا غير غير موجودة البلوذوري وابن عبدالحكم والكندي لما كانوا في القرون الاوائل لم يذكروا اصلا هذه اه الرواية اه ثانيا اه رواية بتزعم ان عمر ابن العاص قام بتوزيع الكتب على حمامات الاسكندرية اللي كانت موجودة من عصر الرومان وانه هو قام بحرقها اه في يعني مدة استغراغة ستة اشهر يعني دي سازاجة يعني مفيش حد سازج هيعمل كده يعني هذا الامر لا يتناسب مع عبقرية عمر ابن العاص ما هو لو اراد ان يقوم بحرق الكتب لا احرقها يعني ليه نوزعها في مناطق متفارقة في الاسكندرية وبعدين نتركها ستة اشهر ما هو الطبيعي ان خلال ستة شهور الكتب الا هيحصل لها هتم تسربها هتتوزع في اي اماكن يعني حتى الرواية يعني اه يعني لا تتفق مع سياسة عمر ولا مع الذكاء عمر ولا فطنة عمر ابن العاص اه رضي الله عنه اه وارضها اه كذلك البعض بيستشهد على صحة الرواية وبيقول ان ده امر كان يعني منتشر بين الامم نعم ان اللي ينتصر يقوم بتدمير جميع الثقافات والحضارات السابقة وبيستشهدوا ان لما دخل التطار اه سنة ستمائة ستة وخمسين اه هجريا وتم اسقاط الدولة العباسية قاموا باحراك مكتبة اه بغداد واحنا عارفين بقى ان الكلام اللي بيتقال ان كانت مئات الالاف من المجلدات يعني اه في اه النهر والنهر تحول الى يعني اللون الاحمر بسبب الاحضار وما الى ذلك طبعا ده قياس فاسد نعم يعني لا يستوي اه من جاء اه يعني ليحصد الحضارات ويدمر الحضارات كهولاكو والتطار مع اه عمر وعمر ابن العاص الذين يعني اسسوا حضارة صحيح لعالم مش للمسلمين فقط بل للعالم واستفاد العالم كله من المسلمين اه فلا يقاص يعني من قام بنشر الحضارة اه الى من يعني كان يحصد الحضارة ويدمر الحضارة نعم اه لو فرضنا جدلا اه ان مكتبة الاسكندرية استمرت الى الفتح احنا قلنا ان هي اصلا تم احرقها اصلا قبل الميلاد سنة التمانية وارباين نعم والجزء التاني تم احرقه بعد الميلاد طب احنا لو فرضنا جدلا ان المكتبة كانت موجودة عندما دخل عمر الى مدينة الاسكندرية نعم واحنا قلنا ان كان فيه هدنة اه ماينة عمر بن العاص وبين الروم في فترة من الفترات وكان في اه مكتبات بين عمر بن العاص وبين المقوقس نعم فهو الروم ما كانوش يقدروا يستأزلوا عمر بن العاص ان احنا بعد اذنك الكتب بدايتنا ده عزلنا اخدها طب ما كنا حياخدوه صحيح وكان فيه فترة هدنة بين الفريقين وكان فيه هناك ما يمنع اه من نقلها الى القسطنطنية على اه اي دروب ولذلك نقول يعني الاذلة اه على بطلان هذه الرواية كثيرة احنا ذكرنا اربع اذلة هزكرهم بسرعة ان المؤرخين الاوائل الثقات لم يتعرضوا لهذه الرواية لم يتعرض لها الا كما ذكرنا البغداد في القرن السادس اه الرواية تزعم اه ان عمر قام بتوزيع الكتب على اربع حمامات وحرقة على على حمامات الاسكندرية كانت اربعة الاف حمام في الاسكندرية وتم احرقها في غضون ستة اشهر هذا يعني لا تتناسب مع ذكاء وعقلية عمر بن العاص رضي الله عنه القياس ما بين عمر بن العاص والتطار قياس فاسد لا يستوي هذا مع ذاك ابدا لو فرضنا جدلا وجود المكتبة اه الى يعني عصر الفتح الاسلامي كان باستطاعت الروم ان يستاذنوا عمر بن العاص ان يأخذ ان يأخذ الكتب الى القسطنطينية طبعا مع الاخذ في الاعتبار انه يجوز يعني التخلص اه من واحراق الكتب الشركية وإلا بعض المؤرخين بيذكر ان اهل مصر قاموا بحرق جزء كبير جدا من المكتبة لانه كان يحتوي على شركيات لتتنافى مع عقيدتهم لكن هذا ليس له علاقة بسيدنا عمر بن العاص لكن لهذا ليس له علاقة بعمر بن العاص رضي الله عنه اه وارضه اذن ملخص ما تم في اه اتهام عمر بحرق مكتبة الاسكندري نعم وحاكي اعتبر في الحقيقة دكتورنا الحبيب يعني اه اه هذه الشبهة او هذه الفرية المكذوبة على صاحب الجين عمر بن العاص حضرتك حتى امتهى بآه الاصل القرآني والاصل النبوي الذي جاء باحترام العلم وباحترام العقل وليس كما يروج الملاحدة ومن سار على دربهم من عدم توقير الاسلام للعلم وللعقل وغير ذلك لا على الاطلاق بل اتى الاسلام يحض الناس على الطلب العلم وعلى التعلم وعلى احترام العلم واحترام العلماء يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فاصل القصير مشاهدين الكرام ثم نعود لنستكمل هذا الحوار فابقوا معنا سلام عليكم رحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مع ازنا لكم بعد هذا الحوصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم اجدد التحية والترحيل بالدكتور زين العبدين كامل الاكاديم المتخص في التاريخ الاسلامي مرحبا مجدد من دكتور زين. مرحبا رزع. احسن الله بارك فيك. جزاكم الله وفايل الحديد. الله يبارك فيك. آآ دكتور نار حبيب تكلمنا قبل الفاصل عن آآ فرية اتهام سيدنا عبد العاص بحرقة اكتبة الاسكندرية وحضرتك اكدت بالدلائل آآ ان هذه الفرية ليس لها اي اساس من الصحة بل آآ هي فرية مكذوبة على الصحابة الجليل عمر بن العاص وان آآ الاسلام اتى باحترام العلمي واحترام العلماء بل آآ اتى يأمر آآ جميع المسلمين في مشاريع ارض ومغاربها بالتعلم وبطلب العلمي آآ ليس العلم الشرعي فقط بل شتى العلوم آآ الدنيوية آآ حضرتك ذكرت في الحلقة السابقة ان الاسكندرية بعد ان فتح عمر بن العاص استردت استردت مرة اخرى. هل حدث بالفعل الاسترداد الاسكندرية? وآآ كيف حصل ذلك? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه بعد. آآ استمر عمر بن العاص تقريبا لمدة اربع سنوات آآ وهو آآ الوالي على آآ مصر آآ والاسكندرية. نعم. بعد فتحها في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نقول ان الفتح كان سنة عشرين. استمر عمر تقريبا لمدة اربع سنوات آآ فترة عمر بن الخطاب وآآ قرابة عام من خلافة عثمان رضي الله عنه. آآ تولى عثمان واقرة آآ يعني عمرا آآ اميرا على نصر آآ آآ الاسكندرية. آآ وكان سيدنا عمر آآ كان آآ عين آآ عبدالله بن سعد بن نبي صرح على آآ صعيد نصر. وكان سيدنا عمر بيستبطئ الخراج من عمر بن العاص. وكان يستقل الخراج من عمر بن العاص. آآ لكن سيدنا عمر لم يقم آآ باتخاذ اقراء مع عمر بن العاص رضي الله عنه. لما تولى عثمان آآ حدث آآ ربما خلاف وجهات النظر. آآ يعني اعطى آآ سيدنا عثمان اعطى آآ عبدالله بن سعد بن بن صرح يعني من ساحات واسعة اكثر آآ مما كانت آآ وحدث خلاف وجهات النظر آآ بين عمر بن العاص وبين آآ عبدالله بن سعد بن صرح وكذلك بين آآ عثمان بن عفان وعمر بن العاص. طبعا الخلاف ده خلاف وارد جدا يعني نحن بشر يعني. يعني احنا ما عندناش غلوب للصحابة ولا تقديس آآ يعني زائد لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده وارد بين البشر. ده وارد بين البشر وإلا عمر بن الخطاب قام بزعب عزل سعد بن نبي وقاص رضي الله عنه يعني. خالي النبي صلى الله عليه وسلم. مع يعني بعد ان ثبت آآ براءته. آآ لكن يعني قال يعني فعلا ذلك يعني مخافة الفتنة آآ في ارض العرق. فعادي جدا ان الوالي او الامير او الحاكم يعني يولي من يشاء ويعزل آآ من يشاء بما آآ تقتضيه المصلحة التي آآ يرى. لان البعض يعني يسلط الضوء قوي على عزل عمر بن العاص آآ في ولاية عثمان بن عفان. لأ معادي جدا ما فيش مشكلة. يعني ان الوالي سلم كان يولي احيانا آآ فلانا ويعزل فلانا وهكذا. صلى الله عليه وسلم. نعم. آآ المهم ان عمر بن العاص آآ عزل عن آآ الولاية وتولى عبد الله بن سعد بن ابي صارح في عصر عثمان رضي الله عنه. آآ في عهد ولاية آآ عبد الله بن سعد بن ابي صارح هاجم البيزنطيون مدينة الاسكندرية مرة اخرى آآ انطلاقا من آآ جزيرة ايرودس في اليونان. نقولنا ان المشكلة الاسكندرية ان هي سهل جدا تقتحم من آآ البحر المتوسط من الساحل. وبالفعل آآ لاهمية المدينة كما ذكرنا احنا قلنا الامبراطور البيزنطي كان بيقول ان لو احنا لو فقدنا الاسكندرية فقدنا الملك في مصر آآ بالكامل يعني. لذلك يعني آآ بعد عدة سنوات وما زال آآ آآ ما زال يعني آآ يعني اروم يفكرون في استعادة الاسكندرية مرة اخرى الى ان انطلقوا فعلا من جزيرة ترودس وتوغلوا الى الاسكندرية سنة خمسة وعشرين هجريا. نقول سبعة وعشرين لكن خمسة وعشرين هو المشهور عند المورخين. وبالفعل آآ استولى البيزنطيون على مدينة الاسكندرية ولم يتستطع الجيوش آآ المسلمة المتواجدة انا ذاك ان يعني آآ تدافع عن المدينة آآ كما آآ يجب. وهنا لم ينقذ الموقف الا عمر بن العص. رضي الله عنه. استدعاه غثمان وامره على الجيوش. سبحانه. واعاده الى الاسكندرية. واه. مرة اخرى. والنفسية الجميلة هنا يعني سيدنا. آآ سبحانه الله. لم يكن آآ كما يتخيل الناس او كما نسأل نحن لانفسنا. ممكن يعتدر. ممكن اقوله انا مالي. آآ خلي من صرحي روحي دافع عنها مثلا يعني آآ لا قبيل طبعا والعمل لله يعني وللاسلام يعني يا رواية آآ يعني الصحابة ما عندهمش النفسيات اللي موجودة عندنا آآ نعم عندما تنظر الى مجتمع الصحابة ترى الصفاء والنقاء والطهارة تجسد في هؤلاء الرحمن في الحقيقة يعني. احسن نعم. آآ وبالفعل يعني عينه آآ عمر كما ذكرنا آآ آآ واليا على الجيش واستطاع بفضل الله تعالى وتعالى ان يسترد مدينة الاسكندرية آآ من آآ آآ الدولة بيزنطية مرة اخرى بعد ان توغلوا في مصر. لانهم كمان بعد الاستحواز على الاسكندرية واندي كانت العقبة الاكبر آآ بالنسبة لهم آآ بدأ التوغل فعلا في مصر لكن بفضل الله جاء عمر وحرى الاسكندرية وضمر الحصون والاسوار حول المدينة. هم. التي كانت حتى لا يتحصن بها يعني البيزنطيون مرة اخرى وبذلك يعني آآ فعلا عادت الاسكندرية الى ادارة وحكم المسلمين مرة اخرى في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كما ذكرنا سنة خمسة وعشرين. نعم. جميل جدا. آآ اذا هنا يعني تتجلى لنا مع هذه المشاهد وهذه الوقائعة. ماليش يا ساحمد نطل المقطعة. هو عمر برضو معاوية بعد ذلك عينه على مصر برضو مرة ثانية. فكان في رتباط كده من سيدنا عمرو بين نجاح الحالة العامة في مصر والاسكندرية. وسيدنا معاوية تربطه علاقة بعمر. علاقة حبه. صحيح. صح الله ومعاوية صحابي جليل وعمر صحابي جليل وعثمان صحابي جليل وكذا. سائر الصحابي الكرام الذين فضلم الله سبحانه وتعالى. مع ذكر هذه المواطن التاريخية وهذه الحقب التاريخية المهمة جدا. تظهر لنا آآ صفاء نفسية هولاء الصحابي الكرام. الذين يعملون لله رب العالمين. ما فيش حد بيشتغل منهم عشان آآ آآ مال او منصب او ما شابه. لا انما يعملون لدين الله سبحانه وتعالى. يعزل فلان يعزل. نرجعه تاني يرجع آآ صفاء للنفس وصفاء للسريرة ونقاء عجيب جدا. وتواضع منقطع النظير عند هؤلاء آآ الكبار. قصة مشهورة دكتورنا الحبيب محتاجين رأي حضرتك فيها. بيتدولها بعض خطباء المنابل احيانا وبعض المواقع التواصل الاجتماعي. ان آآ ان المصريين كانوا بكل سنة بيجيبوا واحدة يرموها لنهر النيل. وان سين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه خاطب عمر بن العاص في هذه الفترة. وقال له خاطب النيل او ارسل رسالة يرميها في النيل. هل هذه الواقعة صحيحة يا طبعا القصة مذكورة في عدد من الكتب يعني ذكرها ابن كسير في البداية والنهاية. نعم. وذكرها آآ ابن عبدالحكم في فتوح مصر وابن عساكر ايضا في تاريخ آآ دمشق. آآ مفادة القصة يعني ان اهل مصر قالوا العمر احنا في شهر معين آآ ليلة اتناشر في الشهر معين ده. لازم نعمد الى جارية آآ بما بيقى في حلي وذهب وكذا وكذا يعني نراضي ابويها بالاموال وتلقى في النيل. وإلا يعني آآ جفت مصر ولا يعني آآ يجري ماء النيل. آآ عمر ابن العاص يعني على حسب الرواية آآ أرسل الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويعني آآ حدثه بما يقول اهل مصر. فآآ عمر آآ قال لا يكون هذا آآ في الاسلام. وكتب رسالة الى آآ عمر ابن العاص. قال واني آآ بعثت اليك بطاقة داخل كتابي هذا فاوقها في النيل. فلما قدم كتابه اخذ عمر البطاقة ففتحها فاذا فيها من عمر ابن الخطاب امير المؤمنين الى النيل مصر اما بعد فان كنت تجري من قبلك فلا تجري. وان كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله ان يجريك. فالقى عمر البطاقة في النيل. فاصبح يوم السبت وقد اجرى الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة. وقطع الله هذه السنة عن اهل مصر. هذه آآ القصة لا تثبت. وهذا قبر ضعيف عند المحققين. لانها جاءت من طريق واحد طريقي من الاهيعة. وهو آآ ضعيف كما هو معروف. فالقصة وان كان ذكرها آآ بعض المؤرخين. لكن مع التحقيق آآ قصة لا تثبت آآ عن اهل مصر ولا عن عمر ولا عن عمر رضي الله تعالى. ان هي مشهورة لكنها لا تصبح. مشهورة وهي موجودة عشان حد ممكن يطلع الولايات ولي ما هي موجودة في ابن كسير. آآ. مسلا بداية والنهاية يعني. انا كنت وردت من طريق واحد ابن الاهيعة. وآآ يعني معروف ان هو آآ يعني آآ لا يؤخذ به. نعم. آآ وقصة عصل لها بعد عقدي يعني لابد من توسط الضوء عليه يعني. تمام. وان كان يعني كلام حضاري فوق العين والرأس. وان كان البعد العقدي ده مهم جدا جدا. طبعا. يعني آآ ان الذي ينفع ويدره هو الله سبحانه وتعالى. صحيح. آآ اعتقاد الناس في الله عز وجل في توحيد الالوهية بصرف الدعاء والعبادة وصرف المدد والاستغاثة والتوكل عليه سبحانه وتعالى. كذا توحيد الربوبية بان نقر بان الله عز وجل وحده والخالق الرازق المدبر الذي يضر وينفع سبحانه وتعالى. كذا توحيد الله عز وجل في اسمائه وصفاته عقيدة ثابتة لابد ان تكون راسقة عند المسلمين. لا يوجد نيل يرزق الناس ولا ضريح يرزق الناس ولا شيخ ولا ولي صالح يرزق الناس او يعطيهم المدد او يعطيهم البركة او يعطيهم الاذن في الذكر او ما شابه كل هذه من آآ الخرافات والدجل الذي ادخل على دين الاسلام وآآ آآ دين الاسلام بريء من كل هذه الخرافات التي ادخلها هؤلاء آآ آآ النصبين في الحقيقة الذين آآ يتسمون باسم الاسلام. دكتورنا الحبيب آآ آآ هذا عن هذه القصة المشهورة لكن آآ عمر بن العاص رضي الله عنه ارضاه آآ بنى الفسطاط وبنى مسجد عمر بن العاص كما آآ نعلم نحن يعني كيف كان بناء الفسطاط وهل بالفعل عمر هو الذي شيد آآ مسجده ام ان الصحابة هم الذين بنوا المسجد ونسبوه الى عمر. هو بس مش من باب التعصب. يعني ماذا اذي بيت عمر ما كانش زروحه القاهرة وكان عايز وقعد في اسكندريك. مش تعصب ده تاريخ. هنعديه يعني. رضي الله عنه. والله ده تاريخ. وإلا لماذا لماذا انا مسجده في الطاهرة. نعم. طبعا العرب المسلمين كانوا مهيئين للتخطيط والعمران والتشييد. نعم. وللنقل فعلا من طور يعني البداوة لطور الحضارة. نعم. وده تمثل في بناء البصرة. نعم. وبناء الكوفة في العراق. نعم. وبناء الفسطاط بعد ذلك. نعم. فكان العرب وهيئة لفعلا لتعمير يعني وانشاء وتشييد. ودي آآ يعني مما يتميز آآ وهذه مما تتميز به الامة المسلمة في امر الفتوحات. نعم. آآ لما اتم عمر فتح مدينة الاسكندرية ورأى ما فيها من بيوت ومنازل اراد ان آآ يعني آآ تمركز وان يعيش في مدينة الاسكندرية. لا سيما وانا الاسكندرية كانت هي احيانا آآ العاصمة لمعظم الدول التي آآ يعني توالت على آآ مصر عشان الموقع يعني آآ الخاص بمدينة الاسكندرية. وارسل فعلا الرسالة الى عمر بن الخطاب يستأذنه في ان يمكث في مدينة الاسكندرية. نعم. لكن سيدنا عمر كان عنده دايما ابعاد وعنده افقار كده جميلة جدا. نعم. فهو سأله سؤال هل يحوه قال هل يحول بيني وبينكم ماء? طيب. يعني انت لو فضلتوا في اسكندرية يعني عمر الوالي ومعظم المسلمين موجودين في الاسكندرية. هل يحول بيني وبينكم ماء? مم. افي اي نهر ولا في اي حاجة بيني وبينكم? قالوا نعم نهر النيل. آآ فرفض عمر رضي الله عنه. نعم. ويعني آآ قال كما يذكر آآ المؤرقون آآ قال لا احب ان تنزل بالمسلمين منزلا يحولوا الماء بين وبينهم في الشتاء ولا صيف. مم. فلا تجعلوا بيني وبينكم ماء. عايز مكان تاني يكونش في ماء يحول بين عمر وبين آآ المسلمين. بحيث لو حصل اي حاجة في امدادات آآ يعني ابقى فيه سهولة في التحرك لانهو حصل فيضان آآ لمهر النيل. اذا انقطع آآ السبيل بين الاسكندرية وبين آآ عمر بن الخطاب او الامدادات التي آآ ستأتي. وهنا فعلا تحول عمر بن العاص الى آآ الفستاط. موضع الموضع اللي هو كان موجود فيه عند حصن بابليون. عند فاتح حصن بابليون. آآ كان موجود عمر عنده آآ الفستاط. الموضع للفستاط او حصن بابليون ده ما كانش يعني وليد لحظة. لا ده كان الامم السابقة آآ كانت يعني آآ الفراعينة البابليون الرومان كل دول كانوا موجودين عند حصن آآ بابليون يعني ان هو موقع استراتيجي. فآآ الحصن ده حنقول انه كان موجود لكن حصل عملية ازدهار لهذا الموقع واعادت بناء وتشييد في عصر آآ عمر بن العاص رضي الله عنه. آآ من فعلي تم تخطيط آآ الجزء اللي هو خاص بالفستاط. وتم اقامة آآ جامع عمر بن العاص رضي الله عنه. آآ بقى في اسواق تجارية آآ في مدينة الفستاط. وتم البناء والتشييد سنة واحد وعشرين هجريا. آآ لمدينة الفستاط. آآ هنا بننوه ان آآ مركز السيادة. آآ لما تحول الى العرب كان يستلزم ده ان يكون في منطقة برية فعلا. آآ. ان العرب كانت لا تجيه التعامل مع يعني البحر وكانوا يعني آآ قليلين جدا فيه التعامل وفيه ركوب البحر. نعم. يعني هنلاقي ان رحلات البحرية كانت حتى في عصر رحلات بسيطة جدا. نعم. مسلا للصحابة راحين الحبشة. الاهل اليمن راحين الحبشة. نعم. وهكذا يعني. آآ فآآ تم بناء المدينة وتشييد المدينة وإقامة بعض المباني. آآ ثم تم اقامة آآ جامع عمر بن العاص آآ رضي الله عنه. ويقرب بالجامع العتيق. آآ وقف على تحرير وتحديد قبلة مسجد عمر بن العاص بمجموعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا المقريزي بيقول انهم ثمانون رجلا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثمانين واحد من الصحابة. واقفوا مع بعض لتحديد قبلة مسجد عمر بن العاص آآ رضي الله عنه. آآ من اشهر الصحابة الذين يعني ساهموا في البناء والتشييد وتحديد قبلة مسجد عمر بن العاص الزبير بن العوام والمقتد بن الأسود وعبادة بن الصامت وأبو الضرداء وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه في أسمعين المساحة اللي كان عليها المسجد عندما أقيم في عصر عمر بن العاص كان طوله خمسين ذراعا في عرض ثلاثين ذراعا تم افتتاح المسجد في أول صلاة جمعة في ستة محرم سنة واحد وعشرين هجريا أول صلاة أقيمت كانت يوم ستة محرم في صلاة الجمعة واحد وعشرين هجريا المشهور عند المؤرخين أن جامع عمر بن العاص هو أول جامع أقيم في النصر مع دخول المسلمين هذا هو المشهور لكن بعض الباحثين في الأسار مش المؤرخين بعض الباحثين في الأسار له رأي أخر يقول أن أول مسجد بنية هو مسجد السادات في الشرقية نعم نحن قلنا أن من ضمن المحطات اللي نزر فيها عمر بن العاص بالبيس بالبيس نعم فبعض الباحثين وعلمية الأسار يقولون مسجد سادات قريش ده اللي هو موجود حاليا في شارع بورسعيد بمدينة بالبيس بيقولوا أنه هو ده أول مسجد أقيم في مصر وأطلق عليه هذا الاسم تكريما لشهداء المسلمين الراجح عندي ما قاله المؤرخون نعم يعني هو بس عشر ما حدش يقول لا ده فيه ناس بيقولوا أن مسجد لا ما نقول أنه اللي بيقول المسجد ده بتوع الأسار لكن المؤرخين يقولون أن مسجد عمر بن العاص هو أول مسجد أقيمة على هذه يعني الأرض الطيبة المباركة الحمد لله رب العالمين اللهم أمين جزاك الله خيرا دكتور سين وهكذا يعني بنى عمر بن العاص هذا المسجد الكبير الذي لا زال عامرا في القاهرة العامرة بالمساجد وبالآذان وبأهلها الطيبين وفي مصر كلها سبحان الله فتح الله عز وجل مصر وجعل الله عز وجل في أعناقنا جميعا جميل واعتراف بالفضل لهذا الصحابي الجليل الذي أوصل لنا رسالة الإسلام ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكل من آمن هو في ميزان حسنات عمر بن العاص وكذا الصحابي الكرام الذين كانوا معه وفي ميزان حسنات عمر بن الخطاب الذي أمد الجيش ودعمه وساعده بل في ميزان حسنات سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الظلامة والغمة هكذا انتهى الحديث ومشاهدين الكرام في هذه المجالس حول هذه المحطة التاريخية المهمة والمضيئة وهي محطة فتح مصر أسأل الله أن نحفظ مصر بحظه وسائر بلد المسلمين كل شكرة تقضيل لضيفنا الكريم الدكتور زين معبدين كامل المؤرخ الإسلامي شكر الله لكم دكتور زين وأحسن الله عليكم شكرا الله أحسن لكم الله أمين وإزاكم الله خير الله أمين بهذا الحد مشاهدين الكرام لكم قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا سلام الله عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة